أعوذ بالله بشتر الجيل صلى الله عليه وسلم الصلاة لك يا حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام الإنسان في غمرة الحياة يتحرك في مناكب الأرض يطلب الرزق من خباياها يخالط هذه البيئة فيتعرض للشمس وللبرد والحر والقر فتترك فيه هذه البيئة آثاراً عميقة ومن جملة تلك الآثار أنه لا يمكن أبداً لهذا الإنسان أن يظل على حالة واحدة من النقاء والطهر فهو يتعرض إلى الوسخ وإلى العرق فيحتاج دائماً في هذه الحياة أن ينظف نفسه ودين الإسلام هو دين النظافة نظافة القلب وتطهير القلب من كل ما يحول بينك وبين الحصول على رضوان الله وطهارة هذا البدل الذي ينبغي أن يكون في حالة مقبولة فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة أن يكونوا كالشام بين الناس في لباسهم ومظهرهم فصارت النظافة هي عنوان الدين لا دين بغير نظافة ولا نظافة بغير الدين ولذلك فإن أمة رسول الله هي الأمة التي عرف فيها منذ القديم ما يسمى بالحمامات وكانت أول أمة تنتج ما يسمى بالصابون في وقت كان الأوروبيون عياذاً بالله يعتبرون النجاسة من القربات ولذلك تراهم يطرحبنون وينقطعون عن الدنيا فكان لابد أن يكون مفتاح الصلاة وهي عماد الدين هي هذا النوع من التطهير الباطني والظاهري في عبادة تسمى الوضوء والإنسان حينما يقرأ حديث الحبيب صلوا على الحبيب كيف يربط بين النظافتين مثلاً في مسألة الوضوء يقول إذا توضأ الإنسان فغاسى ليدين إذا بالذنوب تصاقط مع سقوط قطرات الماء حتى تنزل من تحت الأظافر أنت تتطهر ظاهرياً وحسياً وأيضاً هناك طهارة معنوية تمشي جنباً إلى جنب مع الطهارة الحسية ثم يستمر الحبيب صلوا على حبيب أنه حينما يغسل وجهه إذا بتلك الذنوب التي قطرفها بعينيه أو بالجوارح الموجودة في الرأس تصاقط مع آخر قطرة من ماء الوضوء وإذا غسل اليدين إلى المرفقين كل خطأ أو معصية بطشت به اليد إلا ونزلت مع آخر القطرات المتنزلة من اليد وهذا الشعر وأنت تمسحه فمع كل مسح أي شعرة من الرأس إلا وتمسح معها ذنوباً قد لا تفطن إليها وأنت تغسل القدمين أيضاً إذا بكل الخطايا تصاقط من تحت الأذفار مع الماء الذي تتتحر به يا الله ما أعظم هذا الدين فالله نظيف يحب النظافة طاهر يحب الطهرة ودار السلام دار النظافة ودار الطيب ولا يدخل الجنة إلا كل طيب فالخبيث لا ما كان له في دار الطيب كذلك كما قال سيدر بيس فعلاً تدخلون الجنة طيبين طاهرين ومن بقي فيه نوع من الخبث المادي أو المعنوي وكان يستوجب دخول دار الطيبين كان لابد أن يذوب الخبث في النار فيتطهر في النار فتحرق النيران خبث ذنوبنا التي بقيت في الدنيا ولم تغفر ولم نغسلها ونتنظف بها في الدنيا كان لابد أن تخرق في النار قبل أن تباح لك دار الأبرار دار النظافة والطيب والله تعالى سبحانه جعل آلاف المغاسل والحمامات كما أن الإنسان يعرف مسألة الحمام لنظافة البدن فهناك حمامات لنظافة الروح والمؤمن يعتني بهما معاً إذا أصيب الإنسان في بدنه بلوث أو وسخ كان من واجب الإسلام عليه أن يحثه على النظافة فقد قال الحبيب صلوا عليه غسل الجمعة واجب على كل مسلم ووقت النبي تنظيف البدن مادياً مر على الأقل في الأسبوع فلا يمكن للإنسان وخاصة ونحن في فصل الصيف أن يظل الإنسان تحت وهج الشمس الحارقة فيسيل منه من زبد هذا البدن ما يجعل رائحته ينفر منها كثير من من يقتربه منك لا يمكن أن يظل الإنسان هكذا يؤذي الناس في المجالس فكذلك للروح أيضاً رائحة منتنة لكن نتنى رائحة الروح أبداً ليست بسبب أدران الأرض والبيئة ولكن بسبب أدران المعاصي المعاصي فكان لابد من مغاسل فجعل الله مغاسل يومية ومغاسل أسبوعية ومغاسل سنوية فمن لم يغسل ويتطخر من ذنوبه في اليوم وبقي بعد ذلك جعل الله مغسل أسبوعي لكي يأتي على ما لم تستطع المغاسل يومية أن تمحوها لكي تمحوها مغسل الأسبوع فمغسل الأسبوع مغسل أعظم ماءه أطهر وأعظم وأكثر وأكبر فإن حدث حدث وقدر المولى أن تظل هناك أدران الأرواح بسبب الغفلة لازلت عالقة بأرواح الناس بسبب الكبائر والحرام والمعاصي إذا كان ثمة ما يبقى من هذه الأدران ولم تستطع مغاسل النهار ومغاسل الأسبوع أن تأتي عليها تطهيرا فإن ربك لرحمته الواسعة بعباده جعل مغسلا سنويا فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات تطهير للعبد كفارات لما بدر من ابن آدم من مخالف لله الذي قلق كفارات ثم يشترط ربك شرطا إذا اجتنبت الكبائر فالمغاسل الأسبوعية اليومية السنوية تأتي على كل الذنوب الصغيرة فتطهر الروح من أدران الذنوب الصغيرة لكن بشرط أن لا ترتكب الكبيرة لأن الكبيرة لو دخلت ماء البحر ما غسلت إنما تغسلها عبادة خاصة تسمى التوبة التوبة فلو دخلت هذه المغاسل بدون أن تندم على ما قصطرت واقترفت يمينك في حق ديلك إذا لم تندم فتحرقك نار الندم وإذا بعينيك تفوران ويخرج منها ماء ساخن دليل على حرقة القلب ندما لما فرت في جنب الله ثم تجرعت على حدود الله هذه هي مغسالة الذنوب الكبيرة هذه هي المغاسل قال رسول الله في آخر ليأتي من شعبان جاءكم المطحر جاءكم المطحر سمعني مازال مغسلت شرح ديالك ومازال غافل عن الله ونازلت عياذا بالله تتمرغ في أوحال المعاضي العام كامل وانت في القاوي وأنت لا تراقب ربك وانت تضيغ الصلوات في وقتها وانت تتعاطى عياذا بالله لما يغلب ربك في السماوات ربك حبيبك إلهك الذي يريدك أن ترحل إليه طيبا طاهرا ها هو يقول مناسبتك فرصتك فيها يفتح لك أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق باب ولاحظ معي رح لا يغلق باب تفتح كأنها تستعد لاستقبال عباد الله كأن التطهير الذي سيحدث في رمضان يجعل جميع الصائمين أهلا لدخول دار الطيب الجنة ثم تغلق أبواب النيران السبع زيد لا تعليق فلا يفتح باب فكأن دار الخبث جهنم تغلق أبوابها فليس على الأرض من الصائمين من يرضى العزيز الكريم الرحيم أن يدخله إلى دار الخبث لا يريد الله لا يريد حبيبي ربي لا يريد يغلق أبواب النيران لا يريد لأحدا من عباد الله يدخل الماء ها ثم يكبل ويصفد مرضة الجن والشياطين فلا يعود يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير هذا الشهر لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن الصيام يضيق مجارية ويطرده من مركز القرار من قلبه ثم ينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فرصتك يا من كنت تفعل الخير في غير رمضان جاء الوقت لكي تضاعف من مجهودك فإن الجزاء في رمضان يضاعف سبعين مرة فالذي يقترف الحسنة والنافلة في غير رمضان فمن يقترف النافلة في رمضان تعدل سبعين نافلة في غير رمضان سبعين مرة ومن يؤدي الفريضة في رمضان يكون عند الله في الثواب كمن يؤدي سبعين فريضة في غير رمضان أجبر تقصيرك في الصلاة أنت إذا كنت ممن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة ترى أنك كنت مقصرا طوال العام في الصلاوات جاءت فرصتك لكي تطحرك لكي تتدارك النقص فسبعين فريضة بفريضة شهر رمضان الله أكبر وإذا أحياك الله وأدركت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر سبحانك ربي سبحانك لا يحصى هذا المدد وهذا الثواب إلا الله وحينما عبر ربك فيما يرويه النبي عن رب في الحدث القدسي حينما قل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي والمسألة إذا نسبت إلى الله فقيمتها بقيمة المنسوب إليها الله هو لي وأنا أزي به وجزاء الله تعالى على الصيام يمكن أن تستشفه من حديث النبي الذي يقول الصوم نصف الصبر وليس للصبر جزاء إلا الجنة ويقول الله في جزاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو أعلى ما يمكن أن يتصوره الإنسان في مسألة الأجر فجاعكم المطاهر أنت تستشعر ذلك يا عبد الله أنت تستحذر الآن المغسلة الروحية السنوية أنت تستعد لها فرحا كيف حالك الآن إنني حينما ألحظ الناس أرى منهم من يستثقل قدوم هذه المغسلة ربي يا ربي راجعي ما ليس بقى نقدر كمي ما ليس بقى نقدر كمي ما ليس بقى نقدر كمي لا ليس بقى نقدر كمي يا سبحانك ربي سبحانك فهناك من يستثقل ذلك وكأنه عياذا بالله ما فقه ما يراد له وهناك من يتحرق شوقا للقاء هذا الشهر العظيم هذا الضيف ولقد كان سلف الأمة الصالح صحابة رسول الله يسألون الله ستة عشهر قبل رمضان أن يوفقهم لإدراك رمضان فإذا أدركوا رمضان وأحياهم الله لهذه الفرصة التي لا تعوّب أروا الله من أنفسهم خيرا فكان ليلهم رهبان وكانوا بالنهار فرصان وإذا بأيام رمضان تمر كخطف البصر لا يكاد الإنسان يتفطن لسرعة صرام الأيام الفاضلة فإذا انقضب ظل أصحاب النبي يجأرون إلى الباري ستة عشهر اللهم تقبل منا رمضان عام كله جوهره رمضان ستة قبل رمضان يسألون سؤالا واحدا هي ربحين لفرصة رمضان للمطهر السنوي ليطهرنا حتى نكون أهلا للقائك يا الله ولقاء أوليائك وأنبيائك في دار السلام ثم إذا وفقوا إذا بهم بعد رمضان ستة أشهر الباقية يسألون الله أن لا يحرمهم فضل ذلك الشعر تطهير فما هو هذا التطهير ندر واحد السلسلة إن شاء الله تعالى المطهر ونبدي بالتطهير إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى تطهير أولا التطهير الفكري العقدي الثقافي الفكري لأن إذا بغيت تطهر أنت شي حاجة أبغيت مثال إن شاء الله تعالى الساقية أبغيت تشرب عندك الساقية تجري الماء يمر عليك يك يكس وكاد تشرب الماء إلا سبتم خروض من يجاي تخروض من يجاي من يجاي من العين إذن فكان لمن يريد أن يطهر الساقية أن يطهر المنبع المصدر فمصدر المصدر المصدر كامل هو الرأس إذا تطهر الرأس اقرأ فإن السواق التي تنبعث من الرأس وتذهب إلى القلب وإلى النفس وإلى الجوارح تطهرها بماء زلال أما إذا كان الماء الذي يأتي إلى هذا المنبع من المنبع من خروض كي يقول لك واسبو يجرنها الإسلام مرجعية نهية مرجعية الكونية إذا أقل أحدث رسول الله يتحدث عن الإجهاض ويريد هؤلاء أن يكفروا الأمة يريد لإشاعة الفجور في الإعلام عن طريق الأفلام والمسلسلات في رمضان ليخبث الأمة ربك يريد تطهيرها وهؤلاء المنطلقين من غير شرع الله لا يحلو لهم ولا يطمئن إلا حينما أرون أمة محمد تذهب في كل أودية الفساد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم الله يريد أن يخفف عنكم يريد أن يطهركم يريد أن ينظفكم هؤلاء يريدون أن يلقوكم في خبث الفساد وش أنتم الله لحمد المغرب المغرب الآن هجمة كبيرة البنت مع البنت عريانين صمعد حسان تقبل الفتاة والفتاة وتقول له يخصنا يكون عندنا حقنا انتع إنشاء عائلة من جنس واحد استحاقيات والرجل مع الرجل يقبله جاء المطهر يذكرنا بمصدر الوحي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق الهدى والفرقان بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ هو شهر نزول القرآن لإعادة ربط قلوبنا وعقولنا بالوحي إذا نسينا طوال العام أن مصدرنا هو الكتاب والسنة يشينا جار ماذا بشي ذكرنا هذه غير كلمة إذن كايننا عما سيدي التطهير الفكري العقدي الثقافي ثانيا التطهير الروحي الإيماني القلبي ثالثا التطهير النفسي النفسي صائم أمير نفسه الصائم أمير نفسه كما قال رابعا التطهير التعبدي خامسا التطهير الأخلاقي سادسا التطهير الاجتماعي سابعا التطهير الاقتصادي فامنا التطهير السياسي تاسعا التطهير الجهادي هذه المغاسل على مستوى الفرض وعلى مستوى الأسرة والأمة هي مقصود رب العزة من افتراض هذا الشهر صياما نهاره قياما ليلة لكي يدخل الإنسان المسلم إلى هذه المغسلة السنوية لكي يطحر من نفسه وعقله وقلبه لكي يكون أهلا لفيوضات الرحمن وأهلا لاستحاب أهل الفضل والخير هناك في علياء السماوات هناك في حضرة الملكوت مع خيرة أحباب الله الذين اصطفاهم لجواره في دار الطيبين الله هذا إن شاء الله مقدمة حول هذا الموضوع التطهير الأول قلنا هو التطهير العقدج الفكري الثقافي شوف العقيدة والفكرة والفكرة والثقافة مسائل جانبين كيف اسموها المسائل ها؟ كيف اسموها المسائل مسائل ياش؟ ياش؟ يال الهضرة الثقافة الفكر الاعتقاد نحواش تعالراس شوف باش معمر الراس واش معمر بشي فكرة طيبة اولا معمر فكرة خبيثة شوف مني انت بشيت نعس انتايا مني جيت نعس وتكون غيب وحدك ما الذي يجوله برأسك؟ الشاب اللي يجي نعس مثلا وفي الراس انتعو المرأة اللي شافها في المسلسل اولا الفتاة اللي كيقرأ معاها ويعقدوا معاها الكثير الكثير من اللقاءات خارج إطار اللياقة شوف البرتاب اللي يالو ما مره يتكلم شوف المواقع دي الانترنت مني بلعلى روح الباب ويتبلعلى روح الباب ماذا يدور في خلواتك؟ ما الذي يدور من هواجس فكرية في رأسك؟ هل تحمل في رأسك هم هذه الأمة وهم هذا الدين؟ أم أن رأسك محشو بالفكر الخرافي أو الفكر الظلامي أو الفكر المتطرف أو الفكر الشيعي الرافضي الملعون تعلموا وانت بالصحابة وانت قتل المسلمين أي فكر هذا الذي يحمله رأسك؟ يا سبحان الله حينما يعيش الإنسان مع الناس ويستمع إليهم مباشرة يراحظ يراحظ طبيعة هذا الفكر من حيث التلوث والنقاء هذه واحدة من حينما يذهب إلى المقاهي ويبقى قالس يدرغي قهوة ويسمع لأنك يتبجي للجامعات ويتكلم معك ويكتوزن تشوف المغرب في رغاني كده الفكر أنت حال البلاد وفين غد يهل البلاد حينما تذهب إلى المقاهي وتجلس تدرغي قهوة بعيدة عن الناس ويبقى تسمع ما شيري قارات تجسي ويقول لا أنت تسمع الآن الناس اهتماماتهم من الذي يتحدثون عنه يا الله كرة بنات بطسمات كده لا تجد فيه أبدا حضورا لاهتمامات الأمة في الدنيا والآخرة غرقوا العقول التي اكتنفتها وهي قاصرة النظر هذه الدنيا المظلمة رحنا عاما سيدي بغيت تمشي ولا قا ما تمشيش رحنا عاما سيدي لإدارات ولا بغيت تمشي للشواطئ فين كين العورات في رمضان غادي الناس تمشي للشواطئ والتعرى في رمضان نسوا الرجال والراجل والمرأة كي يتعرى ويقاوش من العنون الناظر والمنظور من العنان في رمضان كيدوا اللعنة والله لو كانت تشيك المخفيفة على هذه حتى نقولها ولكن لا إلهي الله محمد رسول الله من العنون في رمضان كيمشيون عاما سيدي من الليل ويتعرى على 12 تعليل في الأخر اذهب إليهم إلا بغيت تمشي إلا مشيت ما واستمع إليهم حول ماذا يتحدثون الله لا إلهي الله محمد رسول الله وروح نعاما سيدي في التجار من يقلسوا مع بعضهم بعض معنا يا مدرم يا ذو وروح لصحاب الحرفيين وروح لصحاب الشنطيات يا الشنطيات إذا فالإنسان حينما يتغلغل في المجتمع ويسمع من البنات المجتمع ما بشي غير ولاد بنات كبارات وصغارات يقرأ وما يقرأ وش تعال بادي ودينا وشباب والناس كبار وبقى تسمع عن تايا هل لسا انت حمنين ينساب علي الكلمات يجي هود بالراس كتشوف واسمه في الراس المصدر نتعذو الكلمات اللي نزلي من الراس واسمه عنده في الراس اللي ره يتهضر عليه سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك فأنت بناء على ما تسمع وتقيم هذا الكلام ومصدره تستطيع بحول الله أن ترى مستقبل الأمة كيف يكون فمستقبل الأمة هو نتاج ما يحمله أبناؤها من أفكار فإن حملوا أفكار طيبة طاهرة على أساسها يعملون يكون المستقبل بناء على المنجزات الطيبة الناتجة عن فكر وتصور طيب أما إذا كانت الرؤوس مليئة بخبث الفكر وخبث الاهتمام فإن خبث الفكر يترجم عملا خبيثا ومستقبل الأمة بناء على ذلك يكون لا قدر الله ليس الذي نريده كأمة محمد خبثا ويجي رمضان يقول لك أريد أن أغسل الراس أغسل راسك أغسل راسك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاء رمضان رسمه هو الذكرى السنوية زيد يعمل الذكرى السنوية تعمل تعمل لقاء أمين الوحي في السماء جبريل معامل معامل الوحي في الأرض محمد زيد صلى الله عليه وسلم لقاء ما بين السماء والله علاج باش تصلح روحك انته هو تدشين تدشين سيدة ربي واسمه سيدة ربي دشن زيد البدء في مشروع إصلاح الناس مشروع التدشين هو التدشين الله فما علاقة الناس بالقرآن مرجعية وغاية ومنهاجة هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لكن لنحن نرب نجمعنا هذه الليلة ما عشنا شو نتلقى ولا ما نتلقى وشو نغتنمو هالفرصة لأن الكلام باقي وهذه ستكون سلسلة ما عدتش ستكمل ولا ما تكمل وش نعيش ولا ما نعيش الكلمة الخلاصة من هالشي واسموها ربي سبحانه نحن نحن أمه نحن أمه محمد اللصة هبنا الله وعنوانه حب الله لنا أنه إجعلنا وسمه مرأس والله تعالى حيانا حتى المغسل السنة والي هو رمضان ورب سبحانه في رمضان يغفر ويبلع أبواب النيران يفتح أبواب الجنة ولله في كل ليلة من عتقاء النار من أمة محصلات بعدد شعر غنمي كلب مش عالي زعم هذا بعدد شعر غنمي كلب وحالقبيلة يقولها قبيلة كلب هي اللي معروفة عندها الغنم بزار روح حسب الشعرات منتاع الغنم ديال القبيلة ديالكلب هذك العدد منتاع الشعرات منتاع ديالغنم ديالك القبيلة اللي هي أكبر القبائل امتلاكا للغنم هذك عدد العتقاء من أمة محمد في كل للمنار أعباد الله ماشي هذا خير كبير أعباد الله لا يحرم من هذا الخير إلا الشقي وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها وإذا كنا نسو بغينا نقوله وقعم هذا الكلام الله يوفقنا ويوقفنا وهذك النهارات إن شاء الله تبارك وتعالي يحاول الإنساء واسم ويجير أولا الله يرحمه لك أولا يقول للولا الحاجة الأولى والاسم ويجير الله الحاجة الأولى بالرأس أن يهتم بمجالس العلم أقلو زيانا من سلك يلتمس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريق للجنة رمضان هو شهر ديالمن ديالجلسات طربوية حلقات ديالعلم فيما تشوف شي جامع فيه شي درس حسن روحك فيه فأولئك يباهي الله بهم الملائكة في الملاء العلى تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة تحفهم الملائكة يذكرهم الله في من عندها يباهي الله بهم الملائكة ها الثانية أن تخلص عملك لله أن تحضر نية النية النية دائما النية فنية المؤمن الخير من عمله والثالثة أن تحافظ الله يرحم لكم اللي لا تنسونيش هذه الله يرحم لكم أخوتي فهذه الشرطة على رمضان ما زال ما تخلش حافظوا على الصلوات الخمس في رمضان فإنك تدخل دورة تدريبية مدتها ثلاثين يوما تتعود فيها على تأدية الصلاة وخاصة صلاة الصبح التي يقول فيها النبي من صلى الصبح في جمع فوه في ذمة الله هذه الثالثة ما شكي تخرج تخرج إن شاء الله مدرب على الصلاة في الوقت الرابعة أن تكون أرحم الناس بأقرب الناس إليك الوالدين يا أخوي الوالدين يا أخوي في رمضان إلارك مش يمزين مع والدك أريق الرحك مع والدك في رمضان لأن لا يحجب العقوق ما ينزله الله من الرحمات عليك في رمضان ما تحرم شرحك فرضاه برضائه فرض الله برضاهما وسخط الله بسخطهما إلزم إلزم في رمضان والدك الله يرحم أولى ميتين دعهم صدقات دعهم الله سبحانه وتعالى الوالدين خامسة أولادك وزوجتك أحسن إليهم وأكرمهم دير الخير في اللي قريب لك راه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الصدقة على المسكين والصدقة في سبيل الله والصدقة على الأهل أي الصدقة أعظم أجرا عند الله قال الصدقة على أهلك أعظم عند الله من الصدقة في الأمور العادية مش شيء من يكون نفير العام بحال هكذا انترك في المغرب الآن صدقتك ونفقتك على أولادك عندها دوب للأجر أجر الصدقة والأجر الثاني تاع الصلة فيما بعد ذلك الرحب فيما بعد ذلك الجيران هذو إلا درتهم في رمضان هالما سي كتدي البليات هذا لك تحرد 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 أراك تفتت تفتت روح لو سخراه تفتت دعا الروح كأنك تضرب الليزر فذلك ذلك اللي يقولون له صدى دل له شهر لكن شلموا هذا تنفي الذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد نعم وزيدنا على مسجل الأعمال الأخرى لقد ديت تعاون المسكين ها لقد ديت صوت زور المريض لقد ديت إن شاء الله تبارك وتعالى تصلح بين الناس لقد ديت لقد ديت ونزل له واحد شيء واحد آخرين الخدامين اللي مكلف شيء عمل العمومي والله خاص أوكلت إليه أمانة القيام بذلك العمل فهو في حقك واجب فخيانتك الأمانة قد تجعل روحك عياذا بالله يعلها الصدى وإذا عالى الروح الصدى فإن جميع المغاسل لا تكفي لإزالته بس يصدق الإسان يصدق في العمل ما يغش ما يخدعش يرقبوا لنا الكريم سبحانه وتعالى ثم الأخيرة يبتعدوا على كل الكبائر باش يكون أهلا لدخول الأبواب لجنة الثمانية مدش الكبائر باش تكون إن شاء الله تعالى أبعد الناس على دخول النهر كان يقوله من بي صلى الله عليه وسلم من يجي رمضان هذا أحد يضعفه ولكن إن شاء الله تعالى في باب المسائل الترغيب يقوله أنا كنت دائما استغفر الله كأن أذكر به الناس قبل رمضان خاصة في العائلة ألاحقاش الإنسان في رمضان شي بخترات كي يكون يهضر في الناس ويكون كذا يصوم عن الإحلال واللي يفتر عن الحرام قاله من بي صلى الله عليه وسلم في رمضان الله يجاز يكون بخير أكثر فيه من أربع خصال أربع خصال أربع خصال خصلتاني ترضون بهما ربكم وخصلتاني لا غناء لكم به عليها يعني زوج ترضيوهم الله وزوج ما تستغناش عليهم اللي ترضيوهم ربي واسم لا إله إلا الله تصرف لا إله إلا الله وأستغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله أرطب بها للسند والزوج ما تستغناش عليهم أن تسأل الله الجنة وتتعوذ به من النار ومنجمعهم بربعات قل لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار فلا إله إلا الله قلوها الواش أستغفر الله نسألك الجنة نعوذ بك من النار يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب وصلى الله على حبيبي لا محب